من البداية للمنتخب الوطني المنتخب الوطني النهاردة اعلن قائمة لكأس العرب ليه؟ كان فيه كلام كتير جدا قالك تسريب بعض الاسماء في بعض المواقع مش عارف مين قال ايه دي حاجة مسؤول منها الناس المسؤولة جوه المنتخب علشان القيل والقال الطبيعي جدا اللي انت تحافظ على اسرارك الطبيعي جدا اللي المواقع اه كل حد يكتب كل حد من حقه يجتهد ولكن مهم جدا في البعض السرية لان ده بيعمل مشاكل كتير جدا فيه لعبة غطبان لعب يبتدي يصرح معلومة من هنا معلومة من هناك ده كل ده كلام من وجهة نظري غلط عشان كده القائمة نزلت بسرعة النهاردة خلينا استعرض مع حضراتكم اسماء اللاعبين اللي اختارهم مستر كيروش لكأس العرب قائمة المنتخب محمد الشناوي محمود جاد محمد صبحي اكرم توفيق احمد فتوح محمود حمدي الوينش ايمان اشرف احمد ياسين محمد عب منع مروان داود حمدي فتحي عمر السلية مهند لاشين امام عشور عمر كمال عبد الواحد احمد رفعت محمد مجدي افشة مصطفى فتحي احمد سيد زيزو محمد شريف مروان حمدي اسامة فيصل حسين فيصل دي الاسماء اللي اختارها او دي قائمة المنتخب لكأس العرب ليه نزلت النهاردة عشان الكلام كان كتير جدا 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 مين هيروح مين مش هينضم مين زعلام مين غطبان مين لا مستوى مش كويس كل دا موجود امام حضراتكم في لعبة مهمة جدا خرجت من المنتخب يعني على سبيل المثال لعبي بيرامدز مش موجودين علشان مباريات افريقيا او مباريات افريقيا اللي احنا كلكو عارفينها اللي هي بتتعارض مع كأس العرب ولكن بيرامدز في مبارياته في الدوري اللعيبة اللي بتنضم المنتخب من وجهة نظري كان دون المستوى المفروض اللعيبة اللي مااخد ثلاثة او اربع لعيبة يصنعوا الفارق مع الفريق ماينفعش بقى كسبان اتنين سفر وفي شوت اتغير كل الامور الفنية امام النادي المصري اللي عمل شوت ولا اروع في الجولة الرابعة فبالتالي انا لعيب منتخب بصنع الفارق مع فرقتي بعرف ازاي اخرج بالمباراة بالفوز وانا كسبان اتنين سفر لما اخسر لا يبقى في حاجة غلط في امور فنية وكمان في بعض اللعبين عشان كده لعبة بيرامدز كلها مش موجودة لما نتكلم على بعض اللعيبة المنضمة حديثة نتكلم على ست لعبين عمر كمال عبدالواحد احمد رفعت محمود جاد محمد عبد المنعم مروان داود كل اللعبة دي وطبعا كنا تكلمنا قبل كده على حسين فيصل وقسامة فيصل دول الست لعبين المنضمدلشين بيقدم مع طلاق على الجيش مستوى ولا اروع فعشان كده اللي بيبزي المجهود وبيظهر هل اللعبة دي نقدر نقول محدش كان كويس فنيا لا كانوا كويسين مع فرقهم وهتكلم على لعيب بعين واحمد رفعت بيظهر مع فيوتشار بشكل كويس جدا ودي اكتر حاجة تقول لكم لما هو كان في المصري ولسه في عقده سنة ونص وكابتن علي ماهر صمم عليه اللي هو يبقى موجود معاه ليه لان علي ماهر وهو موجود طور كتير جدا من اداء اللاعب هجوميا ودفاعيا فصمم على اللاعب فهنا الكيميا اللي بنقول عليها دايما ما بين اللعيبة والمدارب مدير الفني لما يصق في حد بيبني عليه خطة هجومية بيبني عليه شغل بيحرز اهداف ولا ارواح بيظهر بشكل كويس جدا 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 واحد من اللاعبة المتميزة بالفعل مع فيوتشر علشان كده في المنتخب الوطن علشان كده عمر كمان عبدالواحد نفس الوضع مع كابتن علي ماهر الكابتن ران عليه راح الزمالك معرفش يقيده راح فيوتشر ظهر بشكل كويس جدا مؤند لاشين كان بيقدم مستوات طيبة مع طلاق على الجيش وكمان اللاعبين اللي خارجين اعارة من نادي الزمالك سواء وليد فيصل او اسامة فيصل اللي اتنين حسين فيصل قاسف ظهروا بشكل كويس جدا 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 ودول ابناء نادي الزمالك وخرجين اعارة وكان الكابتن حسين السيد اتكلم معنا هنا في البرنامج على الفكرة ممكن يكون لعبك هيبقى اقل دلوقتي بقى اخرج تقلق بشكل كبير ابز المجهود وتجي لي جاهز فكرة محترمة بيعملها النادي الاهلي وبيعملها نادي الزمالك عشان كده اللي انا عايز اقوله في اسماء موجودة وفي اسماء مش موجودة مثلا على سبيل المثال رجع زيزو المنتخب زيزو محافظ على مستوى يستحق طرق حامد في مشاكل المدير الفني قلتلكو عقلية المدرب البرتغالي عقلية مختلفة في التدريب بيبقى صاحب شخصية قوية لكن في الاول بيجس النبض بيشوف وشوش اللاعبين عشان كده طرق حامد لما زع اللي هو مش موجود الاجانب ما بينسوش فمعنى اللي هو مش واخده فمعنى اللي هو بيقوله خليك زعلان زي ما انت انا عندي شغل وعندي مجموعة تانية اختارها على طرق حامد يلتزم الصمت يركز يشتغل شغله لانه واحد من اللاعبها اللي ما نقدرش نستغنى عنها سواء للمنتخب الوطني او لنادي الزمالك ولعيب متميز جدا 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 كمان ابو جبل ابو جبل انضم في المعسكر اللي فات وانا قلت فيه فيه لعيبة فيه فيه لعيبة بتربطنا بيهم صداقات وتربطنا بيهم علاقات شخصية لكن في الشغل ما بنشوفش حد على رأي منو الجوزي قولك احنا برا اخوات وحبايب وصحاب تنزل الملعب انا ما عرفكش انا عرف شغلي احنا عقلية البرنامج بنفس المفهوم ده بمعنى ابو جبل في مطش الاهلي كان مستوى مش كويس للامانة وانا بحاول اناقى الالفاظ بتاعتي كويس جدا 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 كمان اما نتكلم محمود فاتحالة كان نفس انا اسف محمود علاء واحد من اللعيبة يعني مستوى كان جامل جدا واحد من المدفعين المتميزين جدا وكان الهدفين بيمر لبعض الامور الفنية عليين اللي هو يسد ودانه اشتغل عشان ارجع لمكاني اشتغل عشان ارجع الروح المنتخب الوطني اقاتل جوا الملعب ابعد عن السوشيال ميديا ابعد عن الكلام اللي التحفيل والترند والكلام ده بتسيب ادانك هتخسر هتخسر المكان بتاعك ما جملة خلصانة عشان كده لازم اركز من تاني لكن قصة اندمامهم لا كان فيه لعيبة افضل ده العدل وده الحق وبدليل اللي راجل لما اختار الاسماء اللي انا قلت لحضراتكم دلوقتي هم مش موجودين فيه فده اسمه اندمام تقليدي او روتيني سموها كده زي ما حصل ماتش اللي فاد ماتش الجابون كده فيه بعض اللعيبة تلاقي موجودة هو مشاها وخلاص من قائمة ودخل بقائمة تاني ده اسمه اندمام تقليدي لأ بقى فهنا نقول المدير الفني لأ تاخد اللعيب اللي يستحقه وتكافئ اللعيب اللي يستحقه هل الاسماء دي حد يختلف عليها ما تقلقتش مع فراءة في اسابيع الدوري لا ظهرت وكلها ظهرت بشكل كويس مروان حمدي بيرجع من المنتخب قلنا المباراة الاولى كنت كويس المباراة تانية ما كنتش كويس امبرح بيرجع يهدف مع اسموح فبينضم تاني وعليك اللي انت تقاتل ولما تاخد الفرصة قاتل عليه محمود جاد حارس متميز جدا مع انبي بيزر دايما بشكل كويس جدا محمد صبحي مع فرقه حارس متميز محمد الشناوي ولا اروع فكمان عايز اتكلم على احمد ياسين مدافع البنك الاهلي انا بقول لكم لعيب هتشوفوه في نادي كبير مع احترام البنك الاهلي اكيد نادي محترم واقدره واحترمه لكن لكن انا بتكلم دعها تلاقيه في نادي جماهيري لو ثبت على المستوى لان النجومية استمرارية النهاردة احمد رفعت النهاردة ربطة الاندية بتدي احمد رفعت احسن لعب في الجولة فعشان كده علشان كده بقول لحضراتكم اللي موجود يستحق اه طبعا ده مفيش كلام عليه تاني مفيش مجملات مفيش الكلام ده مفيش انا محبش اقول الجملة دي لكن احمد رفعت انشاء انشاء